موسيقى سلام الله عليكم مشاهد الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد التونسي سنخصصها اليوم للحديث عن الثورتين التونسية والمصرية بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لكليهما في هذا الشهر شهرجان في يناير شهر الثورة هناك الكثير ما يمكن الاحتفاء به في الذكرى الخامسة للثورة التونسية ومع الرمزية التي يمثلها هذا الحدث إلا أنه لا يمكن إخفاء حالات الإحباط التي لدى فئات واسعة من التونسيين وهم يرون أغلب أهداف ثورتهم لا زالت معلقة لكن مع كل النقاء سوى أنه يحسب للثورة التونسية أنها منحت التونسيين حريات واسعة شملت الصحافة والتعبير وتأسيس الجمعيات والأحزاب لكن هذا حتى هذا الحد الأدنى الذي تحقق في تونس لا نجده في مصر فاقتصاديا تعدت نسبة الفقر في مصر الستين بالمئة كما بلغ الدين المحلي في 2015 أكثر من 2 تريليون جنيه مصري كما بلغ الدين الأجنبي أكثر من 48 مليار دولار أي ما يقارب 84% من الناتج المحلي الإجمالي في شهر يوليو جويليا 2013 الشهر الذي وقع فيه الانقلاب كان الجنيه المصري قد فقد أكثر من 12% من قيمته وهو أكبر خفاض يحدث منذ عام 2004 بينما انخفضت الاحتياطات في مصر من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار في شهر يناير جام في 2011 و2000 إلى 16.4 مليار دولار في 2015 و2000 أما اجتماعيا عن حرية الصحافة فتصنف منظمة مراسلون بلا حدود مصر في الترتيب 159 من أصل 180 دولة كما وضع مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية مصر في المركز 94 من بين 175 دولة كما تراجعت مصر 9 مراكز لتصل للترتيب 31 عالميا بحسب منظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة وعن ركائز التنافسية العالمية جاءت مصر في المركز 119 من بين 144 دولة وفقا لتقرير التنافسية العالمية وفي المركز 137 في الجريمة والعنف و136 في انخفاض فاعلية مجالس الإدارات وفي المركز 130 في اهدار المال الحكومي وفي المركز 125 في تدني البنية الأساسية وفي المركز 121 في عدم استدامة إمدادات الكهرباء وفي المركز 142 في الاختلالات الاقتصادية الكلية ومنها عجز الموازنة العامة للدولة والأرقام في هذا الشأن وفي مصر بالتحديد لا زالت طويلة اليوم نقف عند المسارين التونس والمصري بعد مرور خمسة سنوات على الثورة لنسأل عن الاتجاه الذي تسلكه كل من الثورتين وما هي أهم العقبات في سبيل عدم تحقق الأهداف التي من أجلها ضحى العشرات بل المئات بأرواحهم وبأجسادهم من أجل عيش كريم وحرية وكرامة اليوم سنقف كما قلت عند هذين النقطتين وعند ما تحقق وما العقبات التي حالت دون التحقق ونتحدث عن الثورتين التونسية والمصرية وسيكون معي أساتذة محللون ومراقبون من تونس ومن مصر كذلك أبدأ مباشرة بالأستاذ عبد الوهاب مع طر وزير السابق والقيادة في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية معي عبر الهاتف من تونس أستاذ عبد الوهاب مرحبا بك ذكرنا جانبا مما تحقق في الثورة التونسية حينما نقارنه بالثورة المصرية لكن التونسيين وفي الاحتجاجات الأخيرة عكسوا عدم رضاهم عن ثورتهم وعن نتائج ثورتهم التي لم يتحقق مطلب أساسي منها وهو العمل والشغل لعشرات ومئات الألاف من المعطلين عن العمل ومنهم عشرات الألاف من أصحاب الشهادات العليا أنت من تونس كيف يمكن أن تقارن الثورة التونسية مع الثورة المصرية وما هي الأسباب التي تحول حقيقة دون أن يتمتع التونسيون بعد الدماء التي سالت في ثورتهم بما من أجله خارجوا شكرا سيد سمير بارك الله فيك وأنك تواكب الأحداث والتقرير الذي كنت تنطق به منذ حين حقيقة معبر عن الوضع في الشقيقة مصر والذي أبدأ فقط أن أقول أن أي ثورة ثورة الربيع العربي ما هي كالبطلوعات الشعب كانت في العمق هي أولا ضمان ما نسمى الاستقلال القرار الوطني هي الحريات بمختلف روحها وهي التنمية بمختلف رجالات حتى تصبح ندخل في ما نسمى التنمية الاندماجية بحيث أن كل الشعب يشارك في هذه التنمية بالنسبة نجيل تونس أقول أن لو كان نقارن بين تونس ومصر نقول أن في هذه المجالات تقريبا لأن حجم مصر كبير هو بالنسبة للوضع في تونس وبالتالي الشي الذي يتميز به إن شاءنا المسار التونسي هو أننا حققنا ما قلت هو الركن الأول هو مسألة الحريات نعم التي ذكرتها في تقريرك مشكورا وأصبحت تقريبا هذا هو الدرع تقريبا اللي حققنا حقنا جسدو ديمقراطي حققنا يعني قانون أحجاب حققنا اليوم مجلس المنواب الشعب يتناقش مسألة تغيير المجالة الجزائية في اتجاه منع خاصة القبضة الحديدية والإيقافات العشوائية والاختطاف مسألة كل هذه هذه كلها تعطي من ثم الطبئنا للشعب لكن هذا يتمتع به إن شاءنا لو كان يعني تجاوزا نقول أن الشعب نقسيمه نجد أن هذا يتمتع به الخاصة في المدن والنخب وفئات إن شاءنا المرفع في المجتمع لأن الفئات المفقرة العاطلة عن العمل التي يعني لا تجد رزق يومها وفي مناطق خاصة في تونس عنها البلاد مقسمة عموديا بين الساحل والداخل وعن الاقتصاد ونستمع الاقتصاد المشافأة إلى غير ذلك نعم لأن الداخل هذا هو الذي حقيقة لما قامت الثورة قامت بالأساس على هؤلاء وهؤلاء لن يطالبوا لن تكون يعني في مصدر إن شاءنا في صدارة طلباتهم قضية الحريات كانت خاصة قضية التمنية نعم والبطالة والحرمان والفقر هذا ما نسميه العمق الاجتماعي للثورة وهو هو في النهاية والصمام الأمان نعم إذا كان لم نستطع أن نتقدم في المجال الاقتصادي الاجتماعي وندمج كل الفئات الشعبية وكل الطبقات في منظومة التمنية فإن كل المكاسب تبقى مهددة نعم في هذا الإطار أنا أتمنى عن ما قلته أنا حتى في تونس حققناه الشأنة في مجال الحريات الفردية والجماعية نعم ومنظم هذا الشأنة يعني الاستراج السياسي الكبير هذا هذا مهدد لأنه لا يستطيع لا يعمل كل الشعب طيب هذا هو ميزة الوحيدة التي تفت بها تونس وليست بالقليلة أستاذ عبدالوهاب ميزة وحيدة ولكنها ليست بالقليلة لأنها هي المدخل لكل أو لباقي الأهداف أهداف الثورة إن ساحتها بيساعد إليك أستاذ عبدالوهاب لما وصلت هذا النقاش ورحب الآن بالضماء من دكتور خرشد خليفة ناشط السياسي المصري مع عبر خدمة سكايب من هنا في بريطانيوس الدكتور خرشد استمعت إلى الأستاذ عبدالوهاب معطر وهو يتحدث عن ما تحقق في الثورة التونسية وعلى رأس ما تحقق هو حرية التعبير حرية التجمع حرية تكوين الأحزاب حرية تكوين الجمعيات حرية النزول للشارع ليس هناك قانون يمنع التظاهر في تونس فيما يتعلق بمصر نفس الشهر الذي قامت فيه الثورة التونسية قامت فيه الثورة المصرية وهو شهر جانفي أو يناير 11 و2000 ما الذي تحقق بعد خمس سنوات في مصر اليوم في ثورتها أو نتيجة هذه الثورة طبعا بالنسبة للحصل في مصر ومقارنة بين ما حدث في مصر وفي تونس ففي مصر كانت وإمناك أمال عريضة وكلنا لاحظنا في السنة أو السنتين الأولتين بعد الثورة وانتخابات لما كانت فيه انتخابات حقيقية وانتخابات حرة وفيه فرصة للتعافير عن الآراء وقدنا أن الساحة السياسية كانت يعني متميزة في هذه الفترة السنة الأولى بعد الثورة وانتخابات مجلس الشعب وانتخابات بئاسة والاستفتاء ثم الدستور خمسة استحقاقات نعم يعني هذه الأشياء كلها كانت الشعب يعني كان ينعم في هذه الفترة بالإدلاق بالأصوات واختيار النواب وانتخابات للآراء بكل حرية وبكل يعني كل ديمقراطية وثم جاء انتخاب الرئيس الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب الشرعي بإرادة حرة للشعب المصري وفي فترة رئاسة الرئيس الدكتور محمد مرسي ما كانت هناك معتقلات ما كان هناك تكيم بالأفواه ما كانت هناك يعني مصادرة طيب اليوم دكتور خرشت اليوم بعد خمس سنوات يعني مضاء على رئاسة مرسي الآن أكثر من سنتين ونصف اليوم مصر أين تراها أين هي نعم مصر في منذ يوليو 2013 وبعد الإنقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس المنتخب والحكومة المنتخبة فطبعا دخلنا في يعني عودة للوراء وبالعكس بقت يعني أشد عنفا وأشد نكاية في من يعني يعرض رأيه أو يعبر عن رأيه بحرية يطالب بحرية يطالب بعدالة يطالب بنوع من المساواة أصبح الآن السجون المصرية فيها خمسون ألفا خمسين ألف واحد سجين سياسي منهم أطفال منهم النساء منهم طبعا قيادات سياسية قيادات سياسية كانوا في البرلمان المصري يعني شيء عجيب أن أعضاء البرلمان ووزراء في الوزارة انتخبوا من الشعب ثم نفرجى بأنهم الآن في السجون فطبعا الفترة الماضية دي سنتين ونصف ودخلين في ثلاث سنوات الآن بعد الانطلاب العسكري طبعا القمع الشديد القتل في الشوارع الاختفاء القصري يعني أشياء لم أسمع بها حتى في عهد الرئيس المبارك الرئيس المخلوع مبارك يعني الأمور أصبحت أكثر سوءا طبعا هي لا عدة طيب دكتور خرشد خليك معي هذه قراءتك أنت طبعا في نتائج ثورة يناير بعد خمس سنوات الآن ينضم إليك كذلك من هنا في لندن الأستاذ عاطف أمين المحامي لأسأله في نفس الاتجاه نفس السؤال أستاذ عاطف مرحبا بك طبعا حول بعد خمس سنوات من الثورة المصرية اليوم ما الذي تحقق هل تحقق ما من أجله خرج الشباب في 25 يناير ومات من مات وقتل من قتل وجرح من جرح هل تحقق شيء من ما من أجله خرج كل هؤلاء أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة أنت في ظل 30 سنة مصر بتعاني من نظام كان يعني الحقيقة ما بيعملش حاجات للشعب وما بيرعيش الشعب وكان بيسيطر عليه رجال أعمال وكده فهل أنت تعتقد أن في خلال سنتين أو ثلاثة أو أربعة أن ممكن اللي ما تحقق في 30 سنة يعني يتحقق في السنتين وثلاثة أو أربعة دولار المسألة كلها عندك بنية تحتية بايزة كانت عندك يعني شباب عاوزين يشتغلوا عندك ما فيش يعني ما كانتش القيادة السابقة اللي موجودة في أيام حسن البارك أنها كانت بتبني بنية تحتية ما كانتش بتراعي الشباب ما كانتش بتراعي كده فطبعا المسألة كلها التعليم كان بايز الصحة ما كانش فيه فكل الحاجات دي احنا الآن بنبدأ من السفر يعني يعني القيادة الموجودة الآن بتبدأ من السفر طيب يا أستاذ عاطف في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا أكيد نعم وفي ظل زم ما انت شايف العالم كله يعني مشتعل أستاذ عاطف أستاذ عاطف فامين عمل يكبر عمل يكبر عمل يكبر عدد السكان بيلتهم كل حاجة بتحصل طيب أستاذ عاطف هل تسمعني ساعة أستاذ عاطف كلامك في محله حينما طبعا يتحدث الإنسان عن البنية التحتية وإصلاح التعليم ومنوال التنمية كل هذه تحتاج إلى سنوات وسنوات طوال لكن هناك إصلاحات تحتاج إلى إرادة سياسية لا أكثر ولا أقل والكثير شهد بأنها كانت في مصر إبان الثورة وحتى قبل وصول مرسي إلى الحكم نتحدث عن ديمقراطية نتحدث عن منسوب الحرية الذي ارتفع سواء في وسائل الإعلام أو في الشارع إلى غير ذلك بعد الثالث من يوليو 2013 كل ذلك تبخر ليست صدر قانون يمنع التظاهر إلا بترخيص مشدد يعني شهد مصر تراجعا كبيرا في منسوب الحريات الذي على الأقل إلى حد الآن في تونس مثلا والحديث هو مقارنة بين الثورتين في تونس ما زال هناك منسوب ومنسوب مرتفع حتى انصح التعبير من حرية التعبير وحرية الكلام وحرية التمظهر وحرية تأسيس الأحزاب إلى غير ذلك إذا تحدثنا عن البنية التحتية فمعاك الحق لكن حينما نتحدث عن كتم الأنفاس وكتم الحريات ولحظنا ما حصل أخيرا من عسكرا انصح التعبير لأهم ميادين مصر بمناسبة الذكرى الخامسة تحت أي إطار نقول هذا؟ كله داخل صعوبات أم أنه هنا فعلا ليست هناك إرادة سياسية حقيقية من أجل فاتح مجال الحرية أمام المصريين؟ أنا أعوز أقول لحضرتك حاجة بمنتهى الهدوء كده أنت حضرتك مقيم في دولة فيها مؤسسات هنا بريطانيا ودولة كبيرة ودولة عظمة هل أنت الآن تقدر تقوم يلا أنا عاوز أعمل مظاهرة في إجوال رود ولا أعمل مظاهرة في أي مكان؟ ولا إلا يعني إحنا بننظم أسلوب التظاهر أنت عاوز تتظاهر يا أخي روح تقدم للبوليس وتقدم لهم وأقول أنت أسباب أن أنت عاوز تعمل المظاهرة وجو أهد أنت على طول لأعمل المظاهرة بتحتك لكن هل أنت تعتقد الآن قبل 25 يناس حد تقدم أنه عاوز يعمل المظاهرة؟ مفيش حد أبدا تقدم يعمل مظاهرة وبعدين مفهوم الحريات عندنا في الدول العربية مفهوم يعني بيتاخد بطريقة غير حقيقية وغير بيندس فيها عناصر وبيندس فيها مخربين وبيندس فيها حاجات يعني زمق وقتلة وبيندس فيها كده وبعدين أن أنت حذرتك بتقول للميادينة عسكرت ووو ولا آخره أنت حذرتك أنت لو تعرف حجم الضمار يا أستاذ عاطف أنا لا أقول أنا أعبر عما رآه العالم من صور في التلفزيون طيب أنا لا أقول أنا لا أقول أنا أنقل أنا أنقل يا أستاذ عاطف لا تقولني ما لم أقول أستاذ عاطف هل تريد أن نسمع بعضنا أم أنك تريد أن تتكلم فقط هل تريد أن يكون هناك حوار أم تريد أن تتحدث وحدك 25 أول مبارح طيب سأعودي إليك أستاذ عاطف سأعودي إليك لما وصلت هذا الحديث يبدو أن الأستاذ عاطف لا يريد السماع ولا يريد النقاش يريد أن يقول ما في جعبته ثم ينصرف الدكتور خرشد أعودي إليك أنت طبعا حتى ربما يكون لديك رأي آخر حول ما يقول أستاذ عاطف أمين أن الأمور لابد أن تترتب وليس هناك منع الحريات هناك تنظيم للتظاهر لا أكثر ولا أقل وهناك أمور بنية تحتية تحتاج إلى سنوات طوال حتى تستقيم نعم في مسألة البنية التحتية هذه مسألة لا خلاف عليها أن مصر كانت البلد فيها سوء إدارة ونهب للسروات مش على مدى 30 عام فقط ولكن على مدى 60 عام يعني منذ حكم العسكر من 52 وما بعدها يعني وللأسف الشديد مصر في انحضار وتدهور في النواحي العلمية والاقتصادية والبحثية والصحية والتعليمية هذا ما في خلاف عليه ولكن أكبر مسألة وأكبر مشكلة كانت موجودة في مصر في هذه العقود كلها هي مشكلة كابت الحريات ومشكلة مصادرة الآراء ومشكلة كابت الحريات وجدت ثورة يناير 25 يناير 2011 وكان الشعب المصري يعني في غاية من البهجة والفرح بالحصول على حريته وهذه أعظم شيء يعني ربنا سبحانه وتعالى وأعظم شيء للبشرية الإنسان يتمتع بها وحريته أما أنك أنت تحجر على رأيي تحجر على حريتي تحجر على ما أريد أن أعبر عنه وأقوله أو أختار من يمثلني وبعدين الأستاذ عاطف أو غيره يعني الأستاذ عاطف له رأيه طبعا ولكن هل هذا منه يعني يحتاج بنية تحتية هذه الأمور أمور الحريات وأمور السجون والمعتقلات والقتل في الشوارع يعني مش معقول أن احنا ننكر هذه الأشياء يكون فيه 50 ألف سجين ونقول أن لا ده ما فيش مصادرة للحريات ونقول أن هذه علاقتها بنية تحتية بعدين بنتكلم وبنقارن عن التظاهرات والتعبير عن الآراء في بريطانيا ومصر أنت يعني أن هذه المقارنة غير صحيحة بالمرة لأنه ما في أحد يقدر يحجر على رأيك إذا أحببت تعبر عن رأيك في بريطانيا سواء في الصحب سواء في الإزاعة سواء في التلفزيون سواء في أي مكان وحتى لما تحبت يعني أنت المواطن البريطاني أصلا طيب دكتور خرشد نعم خليك معي سابقا أعود إليك لمساعدة هذا النقاش أستاذ عبدالوهاب معتر معي من تونس فيما يتعلق بما يمكن أن يقال من تونس حول الثورة المصرية وحول هذه الملاحظات كما دكتور خرشد وغيره قال أن هناك آمال كبيرة كانت معلقة على مصر هذه الدولة الكبيرة دولة المحور إن صحا التعبير يقول الدكتور خرشد وغيره أن هذه الأمال كلها سقطت في الماء يعني مع ما حصل في شهر يوليو 2013 ومجيء السيسي وهناك حتى أرقام تتحدث عن تأخر في مجالات كثيرة ما أنتم في تونس كيف تنظرون إلى ما حصل في مصر وهل هو فعلا انقلاب أم هو تصحيح لمثار ثورة خاصة وأنه سابق الثالث من يوليو سابق ثلاثين يونيو وخرجت طبعا آلاف من المصريين خرجوا في ميدان التحرير منادين بتصحيح مسار ثورة 25 يناير نعم سيد لكن قبل أن أجيبك عن السؤال أنا يقول أن ما سمعته ليه من المتداخل عندك هذا الاسم عاطف نعم حقيقة طبعا حتى أولاد الاستبدات في تونس اليوم لا يستطيعون القول ما يقوله لأنه هذا ليس رأي هذا يشرع للاستبدات ويشرع لكل شيء حقيقة حتى الحجم كما سيد خرشف وأنتم أيضا يعني لديته عليه هذا خطاب حقيقة لا تاريخي أصبح يعني من السهل الرد عليه وهذا هو تبرير ما وقع في مصر أنا أجيب أنا اللي ما وقع في مصر نحن في تونس تقريبا كل مصر السياسية تقريبا متفقين على أن ما وقع في مصر هو انقلاب عسكري واضح هو ارتداد عن الثورة المصرية بكل مفرداتها القضية مش قضية إسلاميين وهي الإسلاميين القضية هي قضية ناس متطلعين إلى التغيير والثورة وأناس من تحكيها فطات وتعددها واستغلوا خاصة ما تميزت به مصر عبر العصور والذي الحمد لله وألف الحمد لله أن في تونس ليس لنا في تونس دولة العسكر صحيح لكن لعنا عسكر الدولة نحن في تونس عسكر وعسكر دولة ولذلك لا أنفى أن في تونس هناك إراثات ومحاولات هناك من يتمنى حتى أن يقضي الوضع خاصة لما انقلب الوضع في تونس هناك من في بلادنا يعني خاصة من المنظومة القديمة ممن خسروا مواقعها ممن لم يعودوا يسولون وجلون كما كان القبل حاولوا يعني تمنوا أن لو كان عندنا عسكر على الشاكل المصرية حتى يقضيون على السلطة ويرجعون البلاد إلى المربع الأول هذا هو الفرق وفي مصر حتى في تقريرك أنا أردت أن ألاحظ أن لم تذكر عمليات النهب المنظم والفساد البنهجي الذي منشور في كل الصحاب يقوم به رجالات الدولة في مصر والعسكر في مصر والسيسي نفسه والسواريز وخير وخيره يعني هناك عملية ليس هناك محاولات الترمية في مصر هناك عملية تفقير الشعب المصري ونهبه وخيراته والحمد لله ما في تونس على الأقل لا يتورعون على فعل ذلك لأن هناك الحريات ونكهونة التعبير والحق المفاد للمعلومة وكل العيون اليوم مفتوحة على الثروات التونسية وبالتالي أنا أقول خاصة كلمة فقط أريد أن أختصر أن قضية التنمية لا يمكن أن تكون في إطارية صحية إلا إذا ما توفرت تلك الحريات يعني نديك مثال ما وقع في تونس مؤخرا هي رسالة قوية من هؤلاء الناس أرادوا أن يذكرونها نحن وكل الحكومات والقادة والحجاب السياتية أرادوا أن يقولوا لنا الثورة ليست حريات فقط الثورة هي رفع الفقر طيب أستاذ عبدالهب خليك معي لو سمحت سأعود إليك لموصلة هذا النقاش أستاذ عاطف أمين أعود إليك لربما إذا أردت أن ترد لكن خليني أقرأ لك بعض الأرقام التي هي صادرة عن نظمات دولية من مثل الأرقام التي تتحدث عن انخفاض احتياط مصر من العملة الأجنبية من 36 مليار دولار في سنة 2011 إلى 16 مليار دولار فقط في 2015 كذلك في مستوى حرية الصحافة منظمة مراسلون بلا حدود تتحدث على أن مصر نزلت في الترتيب إلى 159 من بين 180 دولة مؤشر الفساد التابع كذلك لمنظمة الشفافية الدولية يقول أن مصر في المركز 94 من بين 175 دولة والأرقام كثيرة ما تعليقك على هذه الأرقام التي برزت منذ 2013 إلى اليوم؟ كل المؤسسات تتركها لأن كل المؤسسات تتحركها دول عميلة ضد مصر ودول مش عاوزة مصر أنها تقوم طيب من هنا نأخذ معطياتنا إذن؟ نيبك من كل هذا الكلام كلام غير حقيقي وكلام غير واقعي يا أستاذ عاطف هذه منظمات دولية كيف كلام غير حقيقي يا أستاذ عاطف يقول لك أن ده انقلاب أو الجيش المصري الجيش المصري لو سقط الجيش المصري سقطت الأمة العربية كلها الجيش المصري ده فخر للعرب جميعا وهم كانوا عاوزين يحطموا الجيش المصري عشان الدول العربية كلها تنحدر والدول العربية ما تقومش لها أيامة طيب وعاديين عاوزة أقول لحظاتك حاجة الإخوان في تونس أول إمبارح أول إمبارحة الإخوان في تونس عملين ينهبوا وعملين يكسروا في مقدرات الدورة وعملين كده والحقيقة الرئيس السيسي إداهم حديث وقال لهم أنتم يا جماعة حفظوا على بلدكم حفظوا على بلدكم لكن سيبك أن واحد يطلع أو ده لا يمثل الشعب التونسي ولا يمثل ولا فاهم مقدرات الشعب أنها عملة روح وعملة الشعب التونسي أستاذ عاطف حاول تسمعني لو سمحت لأنه حوار هذا لا يست لها محاضرة ولا يدرس هذا حوار تقول كلام أنا لابد أن أسأل عن بعض المحتويات في كلامك أستاذ عاطف إذن الآن أعطيني يا سيدي ما الذي حصل لمصر منذ 2013 يوليو 2013 إلى اليوم ما الذي تحقق من أشياء إيجابية في مصر وأحكي لي شوية أرقام كذلك كما ذكرت لك أنا أرقام أنا مش أحكي لك أرقام أنا أحكي لك حقائق طيب أحكي لي حقائق أولا قناة السويس الجديدة اللي الشعب المصري التفى حوالي الرئيس ودفع 74 مليار في زرف حوالي سبعة أيام في سبعة أيام جمع الشعب المصري هل ده مش التفات من كل الشعب المصري حوالي رئيسه؟ لما الآن العاصمة الجديدة بتتحمل العاصمة الجديدة القاهرة الجديدة عملة تتحمل لما كل دول العالم بتيجي مصر عشان تستثمر فيها أو رئيس السين جاء مصر وقال أن أنا هستثمر معاكم الإمارات عملة تستثمر مع مصر السعودية عملة تستثمر مع مصر يا جماعة انتبهوا هناك مؤامرة كبيرة جدا على الدول العربية وهذه المؤامرة تبغي أن مصر تنكسر واضح جدا أستاذ خليك معي أستاذ عاطفامين سأعود إليك ورحب الآن في الأثناء بالأستاذ أحمد الشرقاوي السحفي والمتحدث باسم المجلس الثوري المصري معي من الدوحة عبر الهاتف أستاذ أحمد مرحبا بك نحن حديثنا حول المقارنة كما تعلم بين الثورة المصرية وثورة التونسية ما الذي تحقق إلى أين تسير الثورتين في مصر هناك انتكاسة يسميها البعض والبعض الآخر يسميها تصحيح للثورة وتصحيح لمصار الثورة هناك أرقام تصدرها منظمات دولية عالمية لا يعترف بها في مصر وتقدم أرقام أخرى من مثل قناة السويس و64 مليار جمعة في أسبوع إلى غير ذلك الدليل على الاتفاف الشعبي حول الرئيس عبد الفتاح السيسي أنت كيف ما هي قراءتك لما حصل في مصر ولماذا بتقديرك أو ما هي أوجه الالتقاء بين الثورة التونسية وما حققته والثورة المصرية وما حققت أولا أهلا وسهلا بك أخي أهلا بديوفك الكرام من الطبيعي جدا أن يكون هناك اختلاف في الرأي لكن من المفترض أن نتحاور كما ذكرت حضرتك الحوار معناه أن يكون هنا منطق فيها الحديث أولا تقديري الشخصي أن مصر كثير من سيء إلى أسوأ بكل المؤشرات وبكل المقايف ولن يعني يغير من هذا الواقع أن يتحدث البعض عن التفاف الناس حول الرئيس والقامة بالانقلاب العسكري ووزير الدفاع الذي قام بالانقلاب العسكري هذا الالتفاف لن يعني يوفر الخبز للناس لن يستطيع أن يحسن مستوى معيشة الناس ثم إذا كان هناك التفاف فأين هذا الالتفاف أين الناس الذين ذهبوا للانتخابات البرلمانية اللي باعتراف باعترافهم من نفسهم وباعتراف كبار المسؤولين في سلطة الواقع أنه لم يذهب أحد وأن الشعب عازف عن المشاركة السياسية لأن هناك إدراك واسع أن الثورة المضادة هي التي تحكم الآن في مصر الثورة الحقيقية كانت ثورة 25 يناير لكن قوة الثورة المضادة هي الآن تحكم بدليل أنه يعني من قتلوا الصوار كلهم براءة من الرئيس المخلوع براءة يعني مجلية مجلية الرئيس المخلوع المبارك أيضا براءة كل كل البراءات التي يعني حصل حصل عليها رموز النظام السابق لم يحدث هناك يعني المقرر مدين تونس ومدين مصر فننظر إلى خارطة بالنسبة لتونس خارطة الطريق كانت واضحة بخطوات واضحة لكن بالنسبة لمصر يعني تم حتى خارطة الطريق التي قالها عبد الفتاح السيسي يعني في يوم ثلاثة سبعة الفين وثلاثة لم يلتزم بها الموجودون في الحكم الآن في مصر يعني يريدون تماما أن يجلس الشعب في مقاعد المتفرجين بعد أن فرضت الشعب إيراثه في ثورة 23 يناير وما بعدها الميادين تغلق أمام المتظاهرين ثم يبدعون أن هناك حرية الرأي والتعبير فتاعة المنظمات المعنية بحرية الصحافة والإعلام لتبعى مصر فيه ترتيب متأخر ولتبعى مصر كثاني يعني أكبر دولة على رأس الدول المحبوس فيها صحفيين يعني وأنا أتكلم بحكم المهريكي كصحفي عمل في هذه المزنة لأكثر من ربع قرن الآن الصين رقم واحد فيه عدد الصحفيين المحبوسين ثم مصر يعني مصر تصبق كوريا الشمالية في عدد الصحفيين مناخ الحريات الموجود في مصر مناخ لا يشبهه إلا مناخ القمع لكل أشكال الحريات الموجود في كوريا الشمالية والموجود فيه الدول الشمالية وبالتعلي يعني المقاربة واضحة جدا لكن نحن ندرك تماما أما هناك يعني الثورات عبارة عن موجات ممتدة موجات متعاقبة فالموجود يعني تأخذ مداها وتأخذ مصر لكننا ندرك أنه إذا كان هناك في تونس محاولات بتحسين ظروف الثورة وتم الاحتكام في تونس مثلا إلى الآلية المتعارف عليها في كل دول العالم يعني ماذا يقولون أن هناك أغلبية وأن الشعب التونسي قال فهم يعني على صواب لأن الشعب التونسي ذعب إلى انتخابات تم فيها عد الناس بطريقة بتعارف عليها جدا في كل أنحاء العالم وهي الانتخابات فأصبح هناك عدد المشاركين بنسبتهم ثم عدد من أيده مثلا الدكتور مرسف المرزوقي وعدد الذين أيده سيد باجي قائد السبسي وهذا ما لم يحدث في مصر عندما قام انقلاب العسكري في 3-7-2013 قالوا لنا أن هناك مظاهرات خرج فيها 33 مليون والبعض قال 40 مليون والبعض لكن لم يخبرني أحد كيف قام بإحفاؤهم وبعضهم نعم أستاذ أحمد تعرف أن الإحفاء والعبد عن طريق الانتخابات المشاركة نعم أستاذ أحمد سأعود إليك خليك معي لو سمحت دكتور خرشد خليفة بتقديرك ما الذي تحقق في تونس بعد 5 سنوات وكنتم ترغبون تودون أن يتحقق مثله على الأقل في مصر بعد 5 سنوات وبعتب عن تلك أولئك الشهداء والجرح الذي سقطوا خلال ثورة 25 يناير يعني ما تحقق في تونس بالدرجة الأولى هو يعني عملية استقرار سياسي أو على الأقل حصل نوع من التفاهم والتراضي ما بين الجموع الشعب وبين الأحزاب والجمعيات المختلفة على طريقة للانتخابات وطريقة للوصول لمجلس النواب وطريقة لتشكيل الحكومة والأمر هو يعني خطوة جيدة في طريقة الديمقراطية وهذا ما نحن نتمناه في مصر نحن لا نطالب بعزل أحد أو إقصاء أحد أو سيطرة من فريق أو حزب أو جماعة على مقدرات البلاد نحن نطالب بحرية وديمقراطية تشمل الجميع هذا الأمر الذي نطالب به في مصر لا إقصاء لأحد لا علماني لا لبرالي حتى لو واحد ينتمي لمؤسسة عسكرية وانتهى عمله في المؤسسة العسكرية نعم ونحن نحترم الجيش المصري والجيش المصري ده ملك المصر والأخ عاطف بيتكلم عن الجيش المصري وقع المصر يتجار ينهار ما جيش مصر ده ملك المصر ويحمي مصر ولكن لا يحمي أفراد ولا ينتفع من وراء إذن لماذا تخرج الشعرات دكتور خرشت تقول يسقط يسقط حكم العسكر هو طبعا هذا الشعار يسقط حكم العسكر إحنا ليسا مقصود به جيش مصر مقصود به المجموعة المهيمنة والمسيطرة على الجيش والتي تستغل الجيش استغلال سيء يتستغل الجيش اللي هو مفروض يحمي الشعب ويدافع عن الشعب الجيش ده ما هو أبنائنا وأولادنا وأخوتنا وأولاد أعمامنا وديراننا يحموا حدود مصر مش الجيش يقتل أولاد مصر هذه هي المصيبة الكارثة التي وقع فيها الجيش المصري فالجيش المصري نعتز به ونقدره وهو جيش البلاد يحمي البلاد ولكن لا يحمي طائفة أو فرقة مجموعة من الناس لكي يتصلطوا على بقية الشعب ويقتل أبناء الشعب المصري فهذا هو مفضوع الجيش المصري لخ عاطف يتكلم عن إنجازات بيقول قناة السويس وبيقول القاهرة الجديدة أو العاصمة الجديدة هذه كلها أشياء أوهام قناة السويس لو تقرأ التقارير الاقتصادية كلها هذه أولا حصل تغرير بالشعب مش إن الشعب التلف حول الرئيس حصل تغرير بالشعب وهذه الأموال انفقت في أشياء لا فائدة منها بل بالعكس دخل قناة السويس الخفض منذ عمل هذه التفريعة التي لم يكن لها أي محل من الإعراب ولا ليس لها أي جدوة اقتصادية والتقارير الاقتصادية واضحة في منتها المتوح على هذا الأمر لسه هذا الأسبوع الماضي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جنينة مطلع التقارير بأنه فيه سارقات 600 مليار جنيه 600 مليار جنيه من الحكومة والناس المسؤولين في مصر نعم نعم فترة الماضية واضح أنا مش عارف الأخ يعني تعاطف بيكلم عن إنجازات إيه بالضبط طيب خالي سأعود إليه يا دكتور خرشد سأعود لأستاذ عاطف أستاذ عاطف بداية قبل السؤال رجاء أن تحاول تسمعني حتى يقع حوار بيني وبينك مش تسترسل في الحديث حتى أضطر إلى مقطعتك أستاذ عاطف الآن بتقديرك الطريقة التي أدارت بها أو أدار بها الفرقاء السياسيون اختلافهم في تونس طبعا وصل فترة من الفترات أن أصبحوا ينادون بالمثال المصري خاصة بعد ما حصل في 3.7.2013 ظهرت مجموعة من أحزاب سياسية في تونس واعتصمت أمام مجلس النواب وطالبت بإسقاط المجلس التأسيسي وإعادة كل شيء من الصفر هذا لم ينجح فالتجوا إلى طريقة أخرى أسلم يبدو وهو ما سمي بالتوافق ما الذي منع في مصر السيسي ومن أراد أن ما سمي بحركة تصحيح مسار الثورة ما الذي منعهم من أن يسلكوا نفس المسلك أن يدعوا إلى توافق عوض إسقاط رئيس منتخب ربما لأول مرة في تاريخ مصر رئيس منتخب شعبيا يقع إسقاطه لماذا تركوا التوافق واتخذوا سبيل الإنقلاب سبيلا للحكم أستاذ عاطف أنا معك أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة تعبير إنقلاب هذا تعبير يعني يستخدمه الإخوان وجماعاتهم ونفسهم وكلام ده لكن إلا حصل إلا حصل اعتوافق من إيه هو قرار ما كانش قرار السيسي القرار كان قرار الشعب الشعب لما نزل ودى له التفويد ودى له الدعم ودى له كده الشعب حس إن مصر كلها تخطفت في يد جماعة رئيس مجلس الشعب واحد منهم رئيس مجلس الشورى واحد منهم المؤسسات واحد منهم حتى الأخ اللي بيتكلم على جنينا رئيس عمل في إيه قال للمجلس الشعب بروح وشوفوا الكلام ده وبعدين هو عمال دلوقتي عنده قضية إهانة قضاء وعنده يعني محطوط في محل غير مناسب ليه إطلاقا 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 والأيام اللي جاية هتثبت هذا الكلام فيه تحقيقات شغالة وفيه 600 مليار للأخ بيتكلم عليهم رئيس لما عرف كده قال له المجلس الشعب شكلوا لجنة وحققوا في هذا الموضوع وحتشوف النتائج وحتشوف النتائج هو بدأ يتراجع ويقول للأرقام دي مش عارف من إمتى والأرقام دي من سنة كذا ومن دي الأرقام دي من سنة كذا طيب فالجيش والرئيس إن الكلهم السيد عاطف هل لم يكن يا وسيد عاطف دي واحدة دي واحدة حضرتك تقول بعضة ألاف أنت بشفت ملايين ملايين من ثلاثين ستة وثلاثة سبعة يا رجل هو المكان يستحمل ملايين يستحمل ملايين 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 يا رجل خرجت الصور الآن تقول أنها كانت مفبرك الآن الصور خرجت يا أستاذ عاكي هيتعفضك مع مين هيتعفضك مع القتلك هيتعفضك مع مين الشعب مش عاوزهم طيب هذا رأيك يبقى في كل حالات أنا هقول لك حضرتك حاجة نهاردو حتى الشعب يعني الحكومة لو ثابت الشعب على الإخوان هم كافلين بيهم الحكومة هتبقى برة الحكومة برة الشعب عارف لما أبو واحد يطلع في احتفال الشرطة أول مبارح ويقول عندي ثلاث أبناء طيب يا أستاذ عاطف أستاذ عاطف أستاذ عاطف أسمعني لو سمحت طيب سيد عاطف أسمعني لو سمحت أسمعني يعني الآن كانت هناك كثير من التيارات السياسية التي صدقت عبد الفتاح السيسي ونزلت في 30 يونيو مصر القوية حمدين صباحي 6 أبريل تعتمرد كل هؤلاء الآن انقلبوا على السيسي لماذا إذن بهذا المعنى ما الذي اكتشفوه حتى جعلهم يغيرون هذا الموقف من السيسي والآن صاروا معارضين لهذا الرجل هو الصباحي ده أنت حدثك ما تعرفش تاريخه من أيام جمال عبد الناصر ومعام أنمور السادت ما حدثك اطلع على تاريخه من أيام جمال عبد الناصر وطيبوا 6 أبريل وبعدين وبعدين مصر القوية ده ده مش عبد الفتوح وبعد الفتوح ده مش الوش بتاع الإخوان هو أنتوا يا جماعة أنتوا بتنسوا ولا إيه أنتوا مش يعني يعني للأسف الشديد للأسف الشديد فيه غمامة فيه عتامة فيه غمامة فيه عتامة على الوجوه هذه وبعدين هو أصلا المفروض الأحكام تنفذ على الجماعة القتلة اللي موجودين في السجون دي عشان الدنيا تهدى بقى في مصر عشان الدنيا تهدى لأن فيه أحكام بأحكام لكن درجات التقاضي مشى ودرجات التقاضي مشى ومستنين لغاية آخر درجة وتعمل واضح الستقاضية الستقاضية خلصت على طول جابت الناس وقالت لهم دولار طيب يا أستاذ يلا موتو ما بش حد تلعى أتكلم ليه بقى ما بش حد تلعى أتكلم ليه واضح أستاذ عاطف أمين المحامي المقيم في لندن شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة أستاذ أحمد شرقاوي ما ردك على ما كان يقول الأستاذ عاطف أمين هذا محامي هذا محامي هذا أستاذ أحمد أستاذ أحمد شرقاوي أستاذ أحمد شرقاوي ما تعليقك على كلام عاطف أمين أستاذ أحمد هل أنت معي أصمعك يا أش تفضل تفضل يعني كنت أتمنى أنه هو يكون موجود علشان يعني يسمع الرد أولا يعني للأسف الشديد أن هناك نوع من يعني التجهيل المتعمد عن طريق الإعلام المقترن بعناد من جانب مجموعة من الملتفين حول هذا الانقلاب العفكري لأنه حتى حديث المنطق وحتى حديث الحجة والإقناع لا يجدي معهم لأنه هم وقفين عند هذه المنطقة أولا أنا كنت أود أن أقول له أنني يساري وليس لي أي علاقة بالطيار الإسلامي ولا الإخوان المسلمين لكن القضية بالنسبة لي قضية نبدأ وأنا واحد من الصحفيين الذين عملوا في وكالة الأنباء الرسمية المصرية لمدة زادت عن عشرين عاما وكنت مدير مكتبهم في لندن ولكنني يوم ثلاثة سبعة عندما قلت أنه كل المؤشرات والشوائد تؤكد أن هذا الانقلاب العفكري كان تاني يوم فاطلي من عملي فهذا مناخ الحريات هو ده الحريات اللي هم عايزينه هم ده يعني الفاشية العفكرية اللي موجودة اللي بيدافع عنها هؤلاء الناس هي دي الإنجازات لا فيش نظام عسكاتي أسادة في العالم في العالم كله استطاع أن يحسن مستوى معيشة الناس هتقولنا نظام فاشي كده في الدنيا كلها في تجارب العالم كله استطاع أن يقدم تجربة تنموية واضح جداً نعم لما الأخ يتكلم عن قناة السويس أتطفت مع الدكتور في أنها ليس لها أي جدوة اقتصادية لكن لها جدوة عنية مهمة جداً لأنها تمثل مانعاً مائياً ثانياً لا يمكن للجيش المصري ولا شعب المصري أن يعبره إذا زي معبر مانع ماء واحد في خط برميل واضح فالسيسي جاء ليضع مانعاً آخر جديداً ليس له أي جدوة اقتصادية ليحقق أمن إسرائيل هو ده واضح جداً من يدافعون عن النظام يتكلموا فيه شكراً شكراً أستاذ أحمد الشرقاوي الكاتب الصحفي والمتحدث باسم المجلس الثوري المصري شكراً جزيلاً لك أستاذ عبدوهاب معتر أختم معك الآن إذن ما المطلوب فعله فيما يتعلق بالثورة التونسية والمصرية من أجل تحقيق أهدافه أهدافه ما السيد الكريم بالنسبة للثورة المصرية أنا أوافق على أن مصر هي أم الدنيا وأن حقيقة مسألت إنقاذ مصر من براس حكم العسكر هذا يعني هي مهمة قومية بالنسبة لكل العرب لكل الربيع العربي لما لو يتغير وضع في مصر لأن يا أخي في مصر أنا ألخص مع الفارق في الزمن وفي الآليات في الملابسات ما وقع ما فعله السيسي هو بالثبت ما فعله بينوشي في الأرجنتين في سنة واحد وسبعين ضد ألمدي يعني حقيقة هذا هو ما وقع هو حكم بينوشي القتال الذي معناه ترتكب جرام لم يقل الأخوة المصريين أن هناك أكثر من سبع ميات قتيل مصري قتيل بالرصاص وبالكاسحات وبغير ذلك وننتذكر رابعة من قلو بلغة ذلك يا أخي ما يقع في مصر هو خروج على التاريخ على كل الشعب المصري قوي وهو يمشي في مسار التاريخ ومسار التاريخ سيؤتي الأمل لهذا الشعب المكور اليوم واضح شكرا 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 لك يا أستاذ عبدالوهاب عذرا الوقت انتهى إن شاء الله فرصة قادمة لمزيد تعميق الحديث حول هذا الموضوع عبدالوهاب معتر وزير السابق والقيادة في المؤتمر من أجل الجمهورية شكرا لك كنت معي من تونس دكتور خرشد خليفة كذلك ناش سياسي كان معي عبرت سكايب من لندن أشكركم أنتم شكرا على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة